موسيقى هل تعلم كيف دخل إبليس الجنة؟ قبل أن يخلق الإنسان ويستقر في الأرض قد كان هناك من يعبد الله وهو الجن ولقد كانوا عابدين لله تعالى هذا ما يقولونه البعض ومن المعروف أن إبليس هو كبير الجن ويقال أنه كان من الملائكة وذلك بسبب تلك الآية قال الله تعالى وإذ كنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه صدق الله العظيم وهنا نقول والعلم الأكبر عند الله أن إبليس من الجن ولكن الله استفعه على سائر الجن الآخر ورفع من مكانته إلى الملائكة كونه كان عابدا لله كثيرا وشديدا الإيمان به ولكن إن نظرنا قليلا فالملائكة معصومة من الخطأ ولكن الجن غير معصومة وإبليس عندما لم يسجد لآدم قد عصى أمر الله تعالى وهذا يدل على أنه من الجن والله أعلم وقد خلقه الله من النار قبيق الشياطين ولكنه كان يعبد الله مع الملائكة ولقد عصى الله أيضا عندما توعد أن يؤذى الإنسان ويقوده إلى نار جهنم والتهلكة بجعله يكفر وإغراءه بالعديد من شهوات وأغواء الدنيا وجعله يظن بأن عمله الشر قليلا رغم أنه عند الله كبيرا والجن دائما المحاولة بجعل البشر يعصون الله ويبعدونه عن عبادته وإعطاءه حقه ومن الضروري التأكيد على قدرة الجن على إعادة تشكيل أنفسهم لأشكال وهذا ليس للجميع بل لبعض منهم ولقد حذر الله الإنسان بكل الديانات من إبليس وعمله وما يقوم به لجعل الإنسان كافرا وبعيدا عن الله تعالى أما بالنسبة لدخول إبليس الجنة وهو ما يشغل تفكير الكثير فيسألون أنفسهم كيف لإبليس أن يدخل الجنة بعدما يخرج منها وطرده الله تعالى في الواقع هناك عدة أقويل لهذا السؤال فمنهم من يقولون بأنه نادى على آدم وحواء ليخرجون لهم وقد قام بالوسوس لهم ليأكلوا من الشجرة التي حرمها الله عليهم ويقول بأنه دخل بداخل فم الثعبان ثم دخل الثعبان إلى الجنة وخرج حينها من فمها ووسوس لهم ويقول بأن الله قد عاقبها بجعلها بشكل قبيح بعدما كانت من أجمل المخلقات والقول الأخير أن الجنة التي سكنها سيدنا آدم وحواء هي جنة في الأرض والجنة التي طرد منها إبليس هي جنة الآخرة تعدلت الأقوي وراء هذا السؤال وبقى من المفروض لنا أن نفهم بأن إبليس قد رد من رحمة الله وأنه حاول وسيحاول جاهدا لإسقاطنا في الفحشاء والشر وإذاءنا وعلينا أن ننتبه ولا نجري وراء أغواءه لنا ونبقى على صلة دائما بربنا والله تعالى أعلى وأعلم أسألكم الدعاء ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس وجزاكم الله خيرا